كنت لكم مبارح ومش يعني لقطة خلاص بيت مشهورة على السوشيال ميديا أحد الأشخاص الأشخاص صور بيرستاو وهو خارج من مباراة التراجي ومتنرفز متدايق زعلان فحبينا نفهم إيه اللي بيحصل بدل ما نقول كلامه خلاص أو نفسر اللي بيعمله بيرستاو على مزاجنا تم ندور أحسن ونعرف المعلومة الكاملة فيما يخص ليه بيرستاو زعلان ليه بيرستاو متدايق تعالى أقول لك الكواليس الكاملة في الحكاية ما بين بيرستاو ومارسل كولر يلا بينا أولا خلال مباراة الأهلي والتراجي في إياب نهائي دوري أبطال إفراكيا ظهر بيرستاو غاضبا عند استبداله ودخل في مشاهدة كلمية مع جمبريلي مساعد مارسل كولر وخالب بيبو مدير الكورة بالأهلي شفناها دي كلنا شفنا الفيديو ده سانيا القصة ليست جديدة لكن تعود لأكثر من شهر وتحديدا في مباراة سينبا تنزانيا لتشاهد استبدال بيرستاو خلالها حيث أبدى اللاعب انزعاجه في أكثر من مرة خلال حديثه مع الجهاز الفني بسبب استبداله أثناء المباريات كما أن اللاعب رفض المشاركة في مباراة الزمالك الماضية بالدوري بحجة استمرار معاناته من ألام في الكاحل وذلك غضبا منه بسبب أزمة استبداله قبلها مران الأهلي في ملعب النادي بمدينة ناصر يوم سفر الفريق إلى كونغو لمواجهة مازينبي في زياب نصف نهاية دول الأبطال شهد جلسة بين كولر واللاعب بعد تدخل محمود الخطيب رئيس النادي وقتها لإنهاء الخلاف بين اللاعب والمدرب كما أن اللاعب شارك في المران ودخل قائمة لقاء مازينبي رغم غيابه عن المباراة قبلها بحجة عدم جهزيته في الوقت الذي كان يؤكد فيه الجهاز الطبي إمكانية الاستعانة باللاعب وجهزيته طبيا الجهاز دي مهمة جدا هناك اتجاه داخل النادي الأهلي للموافقة على رحيل بيرستاو نهاية الموسم حال وصول عرض مغري له كما أن اللاعب بدأ هو الآخر منقشة العروض التي يمتلكها كخطوة اصطباقية حال استمرار توطر علاقته مع كلر ومساعده وهو ما نقره أكثر من مرة في حديثه مع سامي أمصان المدرب العام وخالد بيبو مدير الكرة هذا إلى جانب تغريم اللاعب وفقا للأحية يعني اتغرم اللاعب كمان بسبب الموقف الأخير في مباراة التروج طيب كله أنا أقول لك ده أقول لك باختصار تام يعني بيرستاو في بعض المباراة أو كساب المباراة اللي كان بيلعب فيها أساسي معنادي لذلك كان بيداق من فكرة خروجه من المباراة في أوقات هو شاف أنه ممكن يقدي فيها اتضايق لما قاعد عالدك بيتضايق بيتضايق وكده كده عشان تبقى أنت عارف الحكاية الأهلي آه استكفى من بيرستاو مش عشان هو لعب ساي لا استكفى عايز يعمل أبجريد بتحديث للفريق فبيرستاو لو جاله عرض مناسب في الصف اللي جاي هيمشي من الأهلي أليو ديانج لو جاله عرض مناسب في الصف اللي جاي هيمشي من النادي الأهلي مودست مش محتاجة كلام كريستو هيمشي من الأهلي دول أجانب اللي في الأهلي اللي غالبا هيمشي علي معلول انت عارفين الحكاية بتاعته زي ما قلت لكم هيتجدد له هيقض مفيش مشكلة فعلي معلول وسام أبو علي طبعا هيقض فدول المحترفين اللي في الأهلي اللي غالبا مش يبقوا موجودين الموسم اللي جاي ومنهم بيرستاو غالبا طبعا لما بقول غالبا ليه طبعا مودست مش غالبا مودست أكيد بس الباقي غالبا ليه انه الأمور بتتغير موسم لسه طويل يعني ايه يعني بيرستاو لعب وكسر الدنيا والأمور بيتحلوها مع كله بتاع فممكن الموارس يقول لأ اوقع مش هادر استغنى عن بيرستاو قال يود ينجي بقى ورقة مهمة ومش هادر استغنى كريستو دخل في المنظومة كل حاجة ورد أنها تتغير بس النية ايه ما قال قال يطول الوقت بيشتغل من بدري يلا نشوف عروض يلا نتناقش يلا نفكر من بدري عشان لو خدنا قرار ان احنا عايزين لأيه بقى جانب يبقى طلعنا ناس وخدنا فيهم فلوس ما نطلعهمش ببلاش فالقالي بيشتغل بالطريقة دي اه انا هجهز شوية عروض مش هحسن فيها الأمر الا بعد نهاية الموسم يعني مش هي بكرة يبيع بيرستاو هتقول لي ما قال لسه بدري يا كريم انت بتتكلم في الموضوع ده ليه لا او مش لسه بدري خالص ليه هتخنيني على شهر ستة خلاص احنا هتخنين ايه على موسم انتقالات في العالم سيبقى من اينا احنا احنا في حتة لوحدينا احنا بنخلص في أغسطس فمن شهر ستة الناس هتبدأ تشتري وتبيع وتاخد والكلام ده كله اللعيبة فممكن في شهر ستة يجيلك عرض وتضطر تبيع اللعب وقابل نهاية الموسم يعني ممكن مثلا تلاقي بيرستاو برا النادي القالي في شهر ستة اللي جاي الشهر جاي ده عطول اه وارد طبعا قاله نفس القصر ده انطبق على كل العبيد اللي بلعاوه في الدولة المصر ممكن الشهر الجاي يكونوا بيتباعوا ما يكملوش الموسم زي مثلا رهيما نضاي لعب الزمالك عادوا يخلص بنهاية الموسم والزمالك مش نوع يجدد له خلاص لو جالوا شهر ستة اللي جاي ده عرض هيمشي معادوا اخروا في شهر ستة اصلا يعني هيمشي فمشي يكمل اصلا الموسم مع نهاية الزمالك ده الوضع يعني طيب